اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقتنا الجديدة في برنامج المسيح في انجليو حنة ونهاردة في اصحاح تمانية كمان هنتوسع في بعض الافكار عن تصريحات الرب بما يختص بالايمان وبركات الايمان على حياة الانسان اللي بيلبي دعوة الرب وبييجي بخضوع وايمان وثقة في الرب القدير حبائي في اصحاح تمانية الجزئية التالية في دراستنا في الاصحاح المبارك ده الفقرة دي بنشوف توضيحات جالية من يحنة البشير في تدوين امور جوهرية في فهم الخلاص الاصيل والتلمزة الحقيقية وهنشوف مدى التركيز على المجد والحرية اللي ينالها الانسان عند ايمانه بالمسيح ابن الله الحي في يحنة تمانية من واحد لغاية سبعة واربعين هنا بنشوف المسيح لكل المجد يسترسل في توضيح انه هو الحمل هو الحمل اللي حمل خطيانا وده حمل الله فاكرين في اصحاح واحد الذي يرفع خطية العالم هو اللي رفعنا للخطايا وحررنا من عبودية الخطية وتبعتها ونتيجها وثمرها المريرة وانه هو اللي بدل الموت بحياة وبدل الموت والعبودية بيعطي حياة وحرية المهم كمان ان احنا نقول الحرية اللي بيعطيها المسيح مش عشان نعمل زي ما احنا عايزين لكن عشان نطيع الله بيدينا حرية عشان بارادتنا نطيع الله بارادة طائعة بارادة مرضية بيأكد المسيح ليه المجد في الايات عشرين وواحد وعشرين بالذات يعني على انه الايمان الحقيقي لازم يكون له ثمار واضحة في حياة الطاعة والثبات في المسيح وكلام الله والثبات ده لازم يكون بشكل مستمر في ممارسة تعاليم الكانمة برضى وسرور وده طبعا مش استنادا على قوتنا لكن استنادا على قوت المسيح وروح القدوس اللي بيقدر يكسر سلطان الخطية علينا وبيدينا حرية مجد اولاد الله العبارة اللي قالها الرب لو كنتم من نسل ابراهيم او ابناء ابراهيم لو كنتم تعملوا اعمال ابراهيم مهمة كمان لاحظ معي يا حبيبي صديقي المشاهد قول المسيح لو كنتم اولاد حسب الجسد يعني الابراهيم كنتم تعملوا اعماله وتدركوا خطة الله لخلاص الانسان لكن الامتثال لصفات الاباء وممارسة ايمانهم زي ما دايما بيقولوا احنا اولاد ابراهيم اولاد ابراهيم بس كلام على الفاضي لكن مش بيعملوا زي ابراهيم ابوهم اللي هم بيدعوا ان هم اولاده لازم نمتثل لحياتهم مش بس يعني نسلنا وتبنينا ان احنا نكون اولاد ليهم عشان كده الرب بيقول لو اولاد ابراهيم لازم تعملوا اعمال ابراهيم وتأمنوا ايمان ابراهيم اللي امن بموعيد الله امن بمجيء المخلص وان المخلص هيجي من نسله زي ما بيوضح لنا الرسول في غلطة ثلاثة اما رؤساء اليهود احبائي بيرفضهم للمسيح الموعود الموعود دي منذ الاجيال اثبتوا انهم ابناء الشيطان بكل صراحة وهنا يعني فيه تنويه سريع لكل واحد فينا انه عضويتك لكنيسة معينة او انتمائك الى دين معين او عقيدة معينة او حسبك او نسبك او اي شيء اخر يعني بتركن عليه لا يؤهلك ابدا لنوال الحياة الابدية او لجعلك ابن من اولاد الله او من الامة المختارة وما الا ذلك لكن الايمان الحقيقي القلبي بالمسيح المخلص الوحيد والطريق الاوحد للسماء هو ده الشيء الوحيد اللي يطملك السماء nothing else ولا شيء اخر للأسف يا حباب نشوف في اية 43 انه رؤساء اليهود مش قادرين يفهموا كلام الرب لانهم مش قادرين يسمعوا ومش قادرين يفهموا قال لهم الرب انتم مش قادرين تؤمنوا لكن مش انكم مش قادرين تسمعوا مش عايزين تفهموا لانكم رفضتوا اصلا ده بيباين لنا يا حباقي في الحلقة المفرغة اللي هم ده عملين يلفوا فيها ده مع الرب اخيرا بنشوف اروع تحدي خرج من فم الرب في الموقف ده لما قال من منكم يبكتني على خطية في اصحاح 8 زي ما قلنا في اية بتحديد 46 ما حدش تجرى انه يقول له نص كلمة افحمهم بالكلية وبالجملة فهو القدوس الكامل حياته شهدت عن قدسته وبره بره المطلق والقاب نفسه شهد له انه الوحيد اللي به سررت فاكرين لما طلع من المعمودية وعلى جبل التجالي مرتين الرب اعلن هو ده الوحيد اللي اشبع قلب الاب وهو ده اللي على فكرة بترس شهد لي وقال له في رسالته الاولى انه عن الرب يسوع انه لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه مكر او غش اطلاقا كان ناصع البيض كان قدوس بار طاهر كامل فتعالوا يا حبائي انا وانتو الى بر المسيح وقدسته الكاملة نحتمي فيه في دبحته الكفرية اللي قدمها على الصليب لاجلنا حياته البر الكاملة وموته الكفاري نيابة عنه هو ده الشيء الوحيد اللي بيضمن لنا قبول عند الله يضمن لنا فعلا دخول الملكوت والرب الاب يفتح لينا دراعيه لما نيجي محتمين في قداسة وبر المسيح وفي مضغطين بدمه اللي يكفر عن كل خطيانا وذنبنا امين يا حبائي ربنا برككم ونكمل حديثنا ان شاء الله الحلقة الجاية الى ذلك الحين الرب يحفظك بسلام امين